السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وابناتي طلب الجريد سكس والنهاردة هنبتدي مع بعض الكونسيبت الجديد 3.2 اللي بعنوان Heat and Weather Change الحرارة وتغيرات المناخ هنبتدي نعرف إيه هو تأثير الحرارة على تغير المناخ طب تعال نشوف مع بعض الفوكابلل الجديدة اللي هتقابلنا في الكونسيبت ده عندنا في أول حاجة هي مدتي بمعنى الرطوبة Atmospheric pressure الضغط الجوي Anemometer ده tools أو device used to measure wind speed بيقيد سرعة الرياح عندي Metrology اللي هو علم الأرصاد الجوية والعالم نفسه اسمه Metrologist اللي هو خبير الأرصاد الجوية رادار مستشعر أو مستكشف أو مخترق Parameter اللي هو الجهاز بيقيس الضغط الجوي يعني بيقيس الأتموسفير Rain JG يعني بقياس المطر أو بقياس المطر Rain Shadow ودي زاهرة هندرسها في الليسون الأولاني وهي ظل المطر Satellite أمر صناعي يلا بينا نبتدي مع بعض Listen one Can you explain? طبعا قدمنا picture one و picture two The previous pictures الصور اللي قدمنا show different changes of wizard بتبين لي تغير كامل في المناخ حالة الجو Picture one بيين ان the sky was clear and bright السماء صافية وفي نفس الوقت مشرقة كده ومنورة In picture two واضح غيوم The sky became cloudy بقت فيها مليانة سحاب وغيوم أندريني وممطرة كمان What are the causes that lead to change in wizard? يا ترى إيه هي الأسباب اللي قدت إلى تغير المناخ طبعا ما بين picture one و picture two تعالى ندرس مع بعض Number one Dynasty of cold and dry air كسافة الهواء البارد الجاف is more than the hot and humid air دي احنا عارفينها من الconcept الأولاني إن الهواء البارد الجاف عنده دانستي أعلى من الهواء والهيومد air Number two When part of air is heated by the sun جزء من الهواء بيسخن بفعل الشمس it become hot and humid تمام بيسخن وبيبقى مليان رتوبة طبعا لأنه بيبخر الميات تحت الووتر بادي فبيتملأ وترفيبور فبيبقى عنده هيومد Number three When the hot and humid air meet cold and dry air لما الهواء استاخن اللي مليان وترفيبور يقابل هواء عكسه تماما بارد وجاف الhot air ده rise up هيطلع لفوق Number four Add the hot air rises نتيجة بقى صعود الهواء الدافئ لفوق It become colder هيبرم And this condense وهيحصل له تكسف causes water vapor in a hot air to condense هيخلي البخار المية اللي في الهواء استاخن يحصل له condense ويكون cloud than therein falls وطبعا ده درسنا قبل كده طعب تعالا ندرس حتة جديدة How do a metrologist predict what the weather will be تعال نشوف الأخ خبير الأرصاد الجوية إزاي بيقدر predict يتنبأ في حالة الجو هتكون إيه المتrologist يبقى لطي يعرفته واحد اسمه metrologist خبير الأرصاد الجوية Metrologist depends on the some instrument to collect data and study changes عنده بعض الأدوات اللي بيجمع بيها المعلومات اللي بيدرس بيها التغيرات of the wizard في حالة الجو for long period time لفترة زمنية طويلة عشان كده الوذر ده يبقى اسمه climate off time that help him to predict what the weather will be بيبدأ عنده أدوات بيقدر إنه يكتشف بيها حالة الجو لفترات زمنية طويلة كل ده مكان إلا مقدمة يلا بينا نشوف in this concept we will study في الconcept ده هندرس farming the desert اللي هناخدها النهاردة اللي هي زراعة الصحراء metrology علم الأرصاد الجوية واللي بيقوم بيها عالم اسمه metrologist يعني اسمه خبير أرصاد عندنا tools for forecasting اللي هي الأدوات اللي بنستخدمها من أجل التنبؤ بأحوال التقص extreme weather هنشوف الجو بقى الاكستريم الشديد القاسي اللي بيؤدي للفلد الفيضانات and sandworms والعواصف الرملية دلوقتي هنبدأ مع بعض activity two farming the desert زراعة الصحراء put through or falls يلا بينا a large amount of rain fall in the desert كمية جبيرة من المطر هتسقط في السحراء تيجيب منين دي لا طبعا الدل desert عندها lecadj of rain عندها نقص قوي في كمية المياه عندها لسم mount of rain plant can grow easily in the desert environment طب هينم ازاي اذا كان اصلا في حرارة قصية وامطار قليلة يبقتي falls بيرد علي وبيقولي ان الدزر تريسيف about 250 ملي متر of the rain barrier الصحراء بتستقبل عطي لي خط 250 ملي متر ومية قليلة قوي من الرين كل سنة and this represents the least amount of rain compared of all the pymes كنان ها درسنا السنة السنة اللي فاتت المناطق الحيوية معناها ان الصحراء تعتبر اقل الاماكن استقبالا للمطر اذا قورنت ببقية المناطق الحيوية على مستوى العالم the extreme hot and the dry climate الجو شديد الحرارة قوي والجفدة اللي موجود في الدزرت make farming difficult بيخلي عملية الزراعة صعبة قوي امطار قليلة وحرارة شديدة so farmers had to adapt this climate and work to develop some ways to benefit from a small amount of water لذلك لجأ المزارعين انهم يتكيفوا مع الكلامة القصية دي and work to develop وبدأوا يعملوا لتطوير some ways of benefit from the small amount of water حاولوا انهم يطوروا شوية الماء الصغيرين الموجودين farmers face challenge بدأوا انهم يقابلوا مواقص عباط مشاكل تحديات in farming desert طبعا ليه الله ده ينفع هنا يبقى فيه give reason لل farmers face challenges in farming desert هقول له because more water evaporate than that falls by precipitation لو قررنا ما بين معدل سقوط الامطار في الصحرة ومعدل ال evaporation للوطن هنلاقي ان معدل ال evaporation للمية اعلى من معدل نزول ال precipitation في المنطقة دي من desert عشان كده عملية farming عملية صعبة ومش سهلة عملية farming لل desert طيب تعال نكمل هنديجي الوقت نشوف مع بعض improving the soil of desert بدأ العلماء انهم يجدوا بعض الحلول انهم يزرعوا في الصحراء طيب تعال نشوف ازاي هنبدأ نشوف دلوقتي improving the soil of desert اول حاجة طبعا احنا عارفين في مصر مثلا ان عدد السكان متركز كله في منطقة النيل والدلتا حوالين النيل انطار والزراعة والحيوان وسايبين مناطق كبير جدا desert في مصر طبعا نتيجة انه مفيش فيها حياة ومفيش فيها انطار ولا زراعة ولا اي حاجة وكلهم متركزين في منطقة معينة دفع مجموعة من الناس انها تعيش في الصحراء غزبا عنها ده دعا العلماء والمزارعين انهم يحولوا بشتى الطرق انهم يجدوا طريقة يحسنوا بيها تربة الصحراء يخلوها فرطايل يعني غزبا and فروتيفول مصمرة عشان ينفع الناس تعيش فيها for example العمل ايه number one improve the soil quality بدأوا يحسنوا او حيحولوا يحسنوا مستوى القوالي جودة الصويل الطربة number two they plant crops بدأوا يزرعوا محاصيل that are able to grow in a hot climate and low fertility soil حاولوا انهم يجدوا محاصيل يزرعوا محاصيل تكون تتحمل الحرارة الشديدة دي وتكون مش محتاجة تربة خصبة قوي يعني ممكن تعيش في low fertility soil في تربة قليلة الخصوبة number three من محاولاتهم they use a new ways to irrigate crops such as reusing للووتر يعني حاولوا انهم يجدوا طرق لري المحاصيل زي اعادة استخدام المية تاني reusing للووتر اعادة استخدام المية يعني المية خلاص المخلفات منهم يبدأوا انهم يرجعوها مرة تانية number four they use wind هنركز بقى في الحيطة هيستخدموا الرياح وما اقترها في الصحراء والصن مش اقتر منها علشان دي تكون مصادر للpower مصادر للطاقة في الفارمز في مزارعهم اللي هيعملوها في الديزرت فاكر الwind توربن تعمل الwind توربن هتبدأ تحول ال الكنتك energy هتبدأ تحولها ليه electrical energy زي ما خدنا قبل كده وكمان هيعتمدوا على معنى كده ان الwind والصن هيستخدموهم في المزارع بتاعتهم وحيستخدموا عن طريق تشغيل الwind توربن او استخدام solar energy عشان يبدأوا يحولوها ويعملوا منها مثلا electrical energy تشغل بقية المزارع بتاعتهم هنبدأ دلوقتي ان احنا نخش في activity اللي بعد activity 3 دايما بيتكلم عن what you already know about wizard changes تعال نشوف احنا متعلمين ايه اصلا عن او ما نعرفه عن تغيرات المناخ الودي هيركز لك في المناخ اللي موجود على جبل بجانب الشاطئ يعني جبل بيقع على مسطح ماء تأثير الجبال لو احنا جينا نشوف موقع جبل بجانب شاطئ في الغالب عنده جانبين الجبل ليه وشين ليه جانبين جانب اسمه الجانب الراطب او المبلل وده فيزا كوست المواجه للشاطئ اللي هو فين اهو الجبل اهو تمام ليه وشين اهو احنا جد اثنين كده هتلاقي في جانب فيهم مواجه للشاطئ فهنسميه which side اما other side الجانب التاني the way from the coast البعيد عن الشاطئ هنسميه dry side الجانب الجاف يبقى الوقتي الماونتن اللي بيقع على المناطق الساحلية ده لي وجهين وجه رطب في ميا مبلل والجنب التاني dry ناشف لانه بعيد طيب ده اللي هيؤدي الى حدوث ظاهرة فنومنا called rain shadow فنومنا طب تعال نشوف now ناشف ناشف رين شادو فنومنا الظاهرة العملية that cause فنومنا اللي بتؤدي الى الظاهرة on both sides of coastal mountain range الظاهرة اللي بتحدث على جانبي الجبل الساحلي والظاهرة دي تعرف بي يلا نحط خط rain shadow ظل المطر تعال نشوف rain shadow فنومنا ظاهرة ظل المطر at the outside هيبدأ يكلمني عن الجانب المواجه للcoast للشاطر طبعا عارفين دي how in warm and humid air encounters faces يعني بتواجه the side هذا الجانب of the mountain range so the air rises and cool طبعا هيحصل الميا evaporate وتبدأ بتطلع لفوق water vapor in cold air بيبدأ warm air والhumed air ده في الجانب المواجه للشاطئ انه يبدأ يتصعد الهوى الساخن ويبرد طبعا تعارف انه هو طلع وبرد هيبدأ يحصل له condense ويكون cloud والcloud ترجع ترجع تاني او تنزل ال rain في حقيقة ال precipitation water vapor in the cold air condense so the precipitation occurs ويبدأ يحصل نزول امطار فهتلاقي الجانب ده حتى فيه زراعة وواضح انه اخضر تعال نبص بقى في الجانب التاني the air الهوى بيهبط بيبرد ويهبط زي ما درسنا قبل كده في الكنسبت الاول خلاص الهوى rain هيبدأ الهوى المتبقي يكون dry جاف يبقى the air discant and become warm so the air dries هيبدأ يجفف كمان the land of the side هتلاقي الجنب ده جاف ما فيهوش اي نباتات خاص ودي ظاهرة تعرف ب rain shadow او ظاهرة ظل المطر انه فيه في الجانب ده مطر وهنا مفهوش لشان كده سموه ظل المطر طيب دعنا نشوف اللي بعد هناخد دلوقتي اخد جزء في الدرس خالص وهو changes in the atmosphere التغير اللي بيحصل في الغلاف الجو the following table show a comparison between the properties of atmosphere in the top of the mountain and the properties of the atmosphere in the bottom of the mountain يعنينا لو عندي جابة له الوقتي هندرس مع بعض ايه اللي بيحصل في الطب بتاع الماونتن وايه اللي بيحصل في البطم طبعا بطم يعني قاع وبالنسبة للطب يعني قمة قالك هكلمك عن atmospheric pressure يعني الضغط الجوي وهكلمك عن air temperature درجة الحرارة وهكلمك عن air dynasty كسفت الهواء طيب بيقولك في البطم اعلى ضغط جوي اللي موجود على الارض كل ما بتعلى فوق الضغط بيقن فعلا air temperature درجة الحرارة في في القاع في الارض في الاسفل بتبقى اعلى درجة حرارة بدليل ان احنا قلنا ان المية بتتبخر وبتطلع فوق تبرد يبقى فعلا الارض فيها اعلى حرارة وبالتالي هي بيبقى فيها اعلى كسافة لما كسافت هابة لما بتطلع لفوق بتبقى عندها low density زي ما كلمنا قبل كده يبقى معنى كده ان في البطم high atmospheric pressure high temperature high density طب وطب عكسه تماما عنده low atmospheric pressure low air temperature and low air density بانا بقولك كل ما بيعلى الهواء لما بيسخم بيحصل ان الدنستي بتاعته بتقل وبيطلع لفوق معنى ان فوق في اقل الدنستي from the previous table من التابل اني فات we can conclude ذات ان انا لو حبيت اعمل علاقة ما بين الاتموسفير pressure والtemperature والدنستي هقولك ان كل ما بتجه للطب of the mountain بيحصل decrease بتقل مين بيقل الدنستي وبيقل ال pressure وبيتقل التمبراتشر يبقى فوق كل حاجة low 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 وتحت كل حاجة high 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 بكده انا اكون خلصت معاك درس النعرض اتمنى ان يكون سهل بالنسبالك ان شاء الله اشوفك في الفيديو للدرس التاني بإذن الله thank you and goodbye with you miss more of the inside the teacher bye bye شكرا